بلدة طيبة ورب غفور اليمن أرض الخير والطبيعة الساحرة تنوع المناخ والخضرة والجمال كل تلك العوامل جعلت منها المكان الأفضل لإنتاج عسل السدر اليمنية ذو الشهرة والجودة العالمية شجرة السدر تنمو في الأودية والهضاض التي تجري فيها مياه الأمضار الموسمية طوال العام وتحتوي أزهارها التي يمتص رحيقها النحل على مضادات حيوية طبيعية وهي التي تفوق غيرها في الطبيعة بعشرات المرات كما تفيد التجارب والأبحاث الدولية كما أن عسل السدر يعتبر منشطاً حيوياً طبيعي عسل السدر أشهر عسل في العالم لأنه يعتمد على أشجار نمت من الطبيعة لم يدخل الإنسان فيها بأي تربية ولم يقوم برشة المبيدة عليها ولم يقوم باستخدام الأسمداء الكيميائية عليها فهذه الأشجار نمت في الطبيعة من تلقاء نفسها مما أدى إلى أن الرحيق يكون خالي من الملوثات الصناعية التي انتشرت في الممدنة الصناعية الكبرى هذه الشجرة تنمو في مناطق بعيدة عن الضوضاء والتلوث بصورة طبيعية وفقاً للبيئة المحيطة وهي نادرة الوجود إلا هنا يستفيد منها على مر السنين أجيال متعاقبة من النحالين رجال كانوا أو نساء قد اكتسبوا خبرة عبر تناقلها جيلاً بعد جيل رحلة النحل تبدأ مع إزهار شجرة السدرة ومع تلك الأزهار في بداية موسم الصيف وجريان الأنهار في الأودية حيث تعمل ملكة النحل مع أفراد الخلية على بناء خلية النحل في صفوف منتظمة وهي خالصة من فرز أول أخذتها من هذه الأشجار والتي تنتشر على مناطق دوعاً العصيمات، الحديدة، وصاب، إب، وصنعة من ناحية مبدأ الموسم الصدر عندنا بنبدأ نجيب الخلايا من مراعي تهامة في كون المنحل في تهامة بنطلع إلى الوادي العصيمات وبعدها نبدأ بتصفية الخلايا من العصار القديمة تصفيه وبعدها نجيبه الخلايا على القلب يبني بناء أساس شمعي شمع للموسم الصدر وبعدها ننتهي الموسم صدر نبدأ بقضف العسل والعسل طبعاً على نوع أقراص شمعي وفيه نوع الصبيب الصبيب هذا بعد تمتصفيته من الشمع وبن ناحية البيع نبيعه عن طريق وصداء في الصمع ويقوموا بتسويقه خالياً وداخلياً ومن هنا تبدأ رحلة النحل في أودية تتنقل منها إلى مناطق أخرى في فصل الشتاء قاطعة آلاف الكيلومترات من أجل جلب الغداء والحصول على الدفع وهو الأمر الذي يحتم على النحالين نقلها إلى مناطق حارة بطريقة آمنة وإلى مواقع مدروسة سلفاً في هذه الرحلة المضنية المتعددة الأجواء تجد النحل فرصتها في الغداء على أصناف من الزهور والأعشاب المزهرة ذات القيمة الغدائية الكاملة حتى تتمكن في رحلة العودة في البدء في إنشاء الخلايا حال وصولها إلى أودية أشجار السدر بأشكال متعددة حسب نوع الخلية والتي وضعت فيها كاليمنية أو الأمريكية أو حتى الكينية دور المنظمات التنموية في اليمن سواء المنظمات الدولية أو المنظمات المجتمع المدني هو العمل على كيفية تطوير هذا القطاع الهام والأساسي في تنمية البلاد حيث يعتبر العسل اليمن من أغلى وأفخم وأشهر أنواع العسل في العالم الكمية الوفيرة التي تنتجها النقل من عسل السدر لا تأتي دون عناء فهناك العديد من الأخطار التي تواجه النقل مثل الحشرات الغازية أو الطيورة والتي تكلف النحالين الكثير من الجهد والمال لإبعادها ولذلك فأن الصبر في هذه المهمة هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى النتائج الإيجابية في نوع وحجم الإنتاج فهذه الأشجار نمت في الطبيعة من تلقاء نفسها مما أدى إلى أن الرحيق يكون خالي من الملوثات الصناعية التي انتشرت في الممدنة الصناعية الكبرى فهذه المناطق النائية التي تبعد عن مراكز الحضارة حوالي 1500 كيلو متر بعدها تماما عن مصادر التلوث ثانيا العسل الناتج من هذه الأشجار لا يتم إضافة شيء إليه أو أخذ شيء منه ثالثا لا يتم إضافة المضادة الحيوية المختلفة أو الأدوية الكيميائية إلى النحل فبالتالي العسل الناتج من هذه المراعية الطبيعية عسل طبيعي 100% ويستخدم للأغراب العلاجية للعسل أنواع كثيرة يعرفها حصرا النحالون والخبراء في هذا المجال وفقا لمعايير اللون والقوام وقوالبها المتنوعة والتي تنتشر في الأسواق على هيئات مختلفة ومتعددة أما شمعية أو مصفاة عن طريق أدوات وآلات خاصة مراعين معايير ضبط الجودة الأوروبية والعالمية عند جني العسل وتغليفه وبيعه مباشرة هذا إن لم تحجز كميات عسل السدر اليمني عن طريق الوسطى حتى قبل عرضها للبيع ذلك لأنه العسل الأفضل الأول الأقوى وحتى الأغلى اشتركوا في القناة